السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي قدامنا ده وعبارة عن قوس قهربي بيحدث نتيجة انهيار عزل الهوى بين قطبين توصيل زوجهد عالي جدا واللي بيتسبب عن فصل القطبين دول عن بعض حدوث تفريغ للطيار القهربي وكسر عزل مادة الهوى وتوصلها للكهرباء وسمحها لصريان الطيار القهربي في المفروض انه وسط عازل للكهرباء وده بينتج عن الهبوط الحاد في مقاومة العازل واللي بيؤدي الى حدوث شرارة